تقيم الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان اليمنية منظمة هود ومؤسسة وثائق للتوجه المدني فعالية إطلاق مجندين أطفال كانوا يقاتلون في صفوف جماعة الحوثيين المسلحة أسرتهم قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة في محافظة مأرب شرقي البلاد جاءت عملية الإطلاق بعد مساعي وتنسيق المؤسسة والهيئة الوطنية مع قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية وقبولهم الإفراج عن ستة مجندين من الأطفال تم أسرهم من قبل الجيش والمقاومة وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين أفادت المؤسسة والهيئة أن أعمار الأسرة والأطفال تتراوح بين الثاني عشر والخمس عشر عاما والخمسة عشر عاما حيث سيتم تسليمهم لأسرهم في الفعالية تعد عملية الإطلاق هي الدفعة الأولى للمجندين من الأطفال خارج مسميات تبادل الأسرة بين الجيش اليمني والانقلابيين يذكر أن القيادة الشرعية في اليمن وقيادة التحالف العربي شجعت مثل هذه العمليات التي تأتي موافقة لالتزام قيادة اليمن والتحالف العربي بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال وتجنبهم الصراعة والحر